معينا السيدة محمد من الجيزة تتفضل. ازا حضرتك? نعمة وفضل تفضلي. انا اختي مشكلتها ان هي انت حارف يعني حارفت انتحر كذو مرة وعملت الحمد لله يعني تكسر البس. ربنا احفظها من كل مكروه طيب انا يعني معلش استاذ محمد انت قفلتي ولا انت لسه معايا? لا انا لسه مع حضرتك. طيب يبقى معلش خليني اكرر اللي انا سمعته. اللي انا سمعته ان اخت حضرتك حاولت الانتحار عدد من مرات صح? والحمد لله يا ربنا سبحانه تعالى نجاها. وهي دلوقتي انت وكأنك بتسألي ازاي والدك ووالدتك يساعدوها ان ده ما يتكررش منها صح? ايه صح. طيب انا عايز اقول لي حضرتك حاجة. اتفضلي قولي انا سامع كويس لان الموضوع اللي انت بتكلمي دي موضوع مهم جدا. اتفضلي. هي عندها اتناشر سنة دلوقتي بس هي ويها عندها سنة عشرين برضو كانت اتاني بس سنة لحقتها. يعني هي دلوقتي عندها اتناشر سنة. وهي بدأ وهي بدأ وانت عندك معلش 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 وانت عندك كم سنة? انا عندك تلاتة عشرين. تلاتة وعشرين. هو مشكلة برضو يعني ماما معاملتها تباعة اكتية شوية يعني احنا حتى انا واخوتي ممكن نكونوا تعرضنا قبل كده يعني للضربة جامد فا. لا ما ازنش ما ازنش اختك بس تعرضت للضرب. احنا محتاجين عايزة 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 الحق يعني اختك في وضع في وضع صعب شوية ووضع خطر ويها تحتاج الى ان هي تروح لطبيب نفسي. ليه طبي تروح لطبيب نفسي لاني وراء تكرار محاولة الانتحار دي امر اصعب من الضرب. قد يكون في ان هي تعرضت لأي اي شكل من اشكال العنف اخر غير عنف غير عنف بتاع الضرب. وده بيحتاج الى برنامج للعلاج. فانت لازم بالشكل سريع يحصل ده. وانا بقول لحضرتك فيه اماكن كثيرة جدا 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 بتقدم الدعم النفسي وبتقدم العلاج النفسي مجانا. فهي لازم تروح المكان ده. ومنقولش علي ان هي صغيرة واني الايام والليالي عتنسيها اتغيرها. لا اه. المرض النفسي معدل ونزل. فبقى عندنا خراص. بقى معروف ان فيه علاج نفسي للاطفال. اختك بتصنف اه. بسنها داية على انها طفلة. لكن هي لازم تروح الى آآ مكان يقدم لها الدعم النفسي. وانا اظن العمل العامة للصحة النفسية ممكن تكون مناسبة في في مستشفر عباسية. فلازم ده يحصل. ده لازم. يعني انا مش هقدم لك اقول لك تعمل ايه. لا لازم. لازم هي الاول خالص تروح لده. وبعد كده نتكلم فيما يقدمه والدك والدتك. اكيد هي احد مشاكلها ان هي حاسة ان محدش بيقدر يحميها. ان هي عندها حالة من حالات الضياء. حالة من حالات افتقاد الامان. فاحنا محتاجين ده يتصلح لأول نظرتها عن الحياة. و اه نكون مستعدين للمفاجأة. لأي مفاجأة ممكن تزهر مع الطبيب النفسي. ده شيء مهم جدا جدا. وانت الواجب اللي عليك ان انت تدعميها و تقولي لها ان حياتها ما زالت لسه فيها بقية و ممكن تتغير و حياتها مازال فيها خير كتير و فيها نماء. و يلعلها تكون سمعان دلوقتي. فانا حد أذاكي اللي أذاكي دوت هو اللي يروح يصلح نفسه اللي أذاكي دوت هو اللي يقف قدام ربنا ويحاسبه اللي أذاكي دوت زير لص ما بنجيش نقوله عشان واحد سرق مننا حاجة سواء سرق مننا أمانة أو سرق مننا أي شيء ما بنوحش نموت نفسنا عشان واحد حد سرق مننا حاجة الحرامي واللص اللي حاول يقزينا في حياتنا هو اللي يقف قدام ربنا ما نكفقهوش مرة تانية لأن احنا لو كفئناه احنا المسائل دي هتكون افسد ما يكون فاحنا لازم نكون مهتمين وهو يا بنت الكلام دوت الكلام دوت خطر على دينك وخطر على قلبك وخطر على حياتك ومحدش يستحق ان انت تتعرضي نفسك لكل هذين مخاطر وكل هذين النيران والجحيم اللي في الدنيا وقبل الاخر فانت روحي اهتم بحياتك واهتم بتغييرها وما تكفئيش اللي اذاكي واللي عمل فيك كده